أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات الجارية بشأن التوصل لتسوية بين إسرائيل ولبنان تتعلق بسرعة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني فور إعلان وقف إطلاق النار ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رسائل لبنانية تشير إلى أن هذا الانتشار قد لا يتم بالسرعة المتوقعة وأوضحت المصادر أن الهدف النهائي هو نشر ثمانية جنود لبنانيين في المنطقة وتتضمن مسودة الاتفاق الذي يجري التفاوض عليها بين إسرائيل ولبنان التزام لبنان بمراقبة مبيعات الأسلحة على أراضيه لمنع وصولها إلى حزب الله أو جماعات مسلحة أخرى كما يمنح إسرائيل حرية التحرك في لبنان في حال تم انتهاك الشروط المتفق عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر